اسمي وصف المقيدي أعمل في مجال تدريس الرسم في جامعة تعز الفرشة ربما علمتني الصيق علمتني أيضا كيف أقترم من معاناة المجتمع الرسم أول ما يعلمك يعلمك الصبر يعلمك التوازن تحقيق التوازن يعلمك أيضا الدقة الإتقان كوني فنان أعيش في مجتمع معاني بالتأكيد أنه أنا لا بد أوظف هذا الفن لخدمة مجتمعي مثلا أو لإظهار معاناة مجتمعي كون الفنان هو أيضا من يعاني وبالذات هنا في اليمن الفنان ربما يعاني أكثر من غيره شاركت بمعرض واحد في تعز وهو المعرض الوحيد الذي أشارك به في تعز إنما شاركت قبل 2011 في صنعابي أكثر من معرض وشاركت أيضا في الحديدة أنا أعتبر نازح إلى هنا لكن أنا لم أختار القرب من المترس ولكن الأقدار هي من أتت بي إلى هذا المكان نحن نعاني من هذا الشيء كما يعاني أي مواطن هنا في هذا الحي ولكن أحيانا تتقسد يعني ربما مثل هذه اللوحات مثل هذه اللوحة هي تظهر ربما حالة الهلع والفزاع والخوف يعني التي تظهر عند الأطفال مما ربما يسمعوه فهم بالتأكيد يعيشوا في خوف فالفنان يستطيع يوظف مثل هذه الأمور بالقانب الفني ليظهر أيضا للمجتمع الحالة التي يعيشها مجتمعه يجب على الفنان أن يقترب كثيرا من معاناة مجتمعه لا يفكر بإنتاج عمل جمالي تزييني بقدر ما ينتج عمل ربما فيه من إظهار الحالة التي يعيشها المجتمع وكذلك إظهار الحياة البسيطة إظهار القانب المجتمعي بمختلف معاناته وبمختلف أيضا تلوناته